رغم نقصي الإمكانيات المالية يعمل المتطوعون في مقر الحملة الانتخابية لأصغر المرشحين لاعتلاء كرسي المرادية عبدالعزيز بلعيد على قدم الوساق لمنافسة حملات المنافسين الخمسة لليداود زارت مقر المداومة وعادت لنا بالتقرير التالية في أعالي العاصمة وبالتحديد بلدية الرستومية أو كليغفال سابقا نجد مقر حملة أصغر مرشح لاعتلاء كرسي المرادية عبدالعزيز بلعيد والذي يعتمد العمل فيها رغم قلة الإمكانيات المادية على الموارد البشرية الاتجل تحتنا هذا سي لوجيستيك كل هو تنظيم تنظيم par exemple التنقلات الرئيس 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 الحزب المترشح تعنا دكتور بلعيد عبدالعزيز طبق هنا يخليط الإعلام نشوفوا الممتلين تواعنا soit le président du parti سيء المترشح دكتور بلعيد عبدالعزيز من يفوت les passages دعو أهغا في التلفزيون مقر مدومة يتكون من ثلاثة طوابق تم تقسيمها كل حسب الاختصاص كما تتميز هذه الطوابق بحركة ونشاط كبيرين وكان التركيز تعنا أساسا على العنصر البشري لأنه إيماننا بأن العنصر البشري هو أساس نجاح أي عمل وأي نشاط من الناحية المادية الإمكانيات موجودة بصفة متواضعة لكنها تفيد ومفيدة جدا فيما يتعلق بعملية الحملة الانتخابية كانت هذه صورة صغيرة لمقر مترشح مغمور رفع التحدي ودخل معتلك الرئاسية لغم نقص الخبرة والإمكانيات في قطاع السكن أعلن المدير والعام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطوير إرياس بنيدير أنه سيتم الانطلاق في إعطاء أوامر الدفع بالنسبة للمكتتبين الجدد لبرنامج عضل لسنة 2013 عبر كامل التراب الوطني بداية من الأسبوع الأول لشهر مايا كما جفال مهما كان العادد يكون إن شاء الله سكنت بإذن الله أقيم اليوم اللقاء التقييمي لثلاثي الأول سنة 2014 مخصص لقطاع السكن حيث تم عرض تقدم في المجال من طرف المدراء العامين لدواوين الترقية والتسيئة العقري الذين حضروا لقاء رفقة الوزير عبد المجيد تابون بالإضافة لأمين العام للوزارة وعلى هامش اللقاء صرح وزير والسكن والعمران والمدينة أنه سيتم الوصول نسبة 100% من حيث الانطلاق في المشاريع المسطرات في جميع السياغ السكنية نهاية جوان القادم وأنه سيتم تسلم 88% من مجمل المشاريع المطلقة خلال الخمسي 2009-2014 نهاية العام الجريء التغطية لمحمد سعدوية جوان تقييمتها جوان إن شاء الله نكون وصلنا لانطلاق 100% الاستلام نكون وصلنا إلى في آخر 2014 الآخر 2014 نكون وستلمنا إن شاء الله 88% تحت السكانات المبرمجة في إطار خمسي الثاني تحت رئيس الجمهورية هذا التزام من جهة أخرى صرح الوزير أنه بصدد أو بصدور قرار وزاري المشترك صدقت عليه الحكومة فإنه لن يطلب من المواطن الراغبين في شراء منازل ديوان والترقية والتسيئة العقلي سوى وثيقة تثبيت تسديدهم الإيجار حيث تم إلغاء طلب جميع الوثائق الأخرى وفيها ناريتي أنتر ميستريال وفات أمام مجلس الحكومة فيها نذكري ووافقت عليه الحكومة على أساس من طلبوا منه إلا الوثيقان تا باللي راه الكران تاعه على ما يرى كل وثائق أخرى من طلبوه من طلبوه توثيقة لا سلبية ولا إيجابية تسهيلات ممتازة أصيب 36 ركبا كانوا علامة حافلة بجروح متفاوثة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة السبت للأحد على مستوى الطريق البطني رقم واحد على مئة واربعين كيلومتر جنوب غردية حسب مصارح الحماية المدنية وتمثل الحادث في انحراف حافلة للاقي المسافرين تضمن خط أضرار غردية عن مصارها قبل أن ترتطم بكثبان رمدية على بعد نحو 20 كيلومتر جنوب مدينة حاسي لفحل وفقا لذات المصالح وقد تم إجلاء الركاب الجرح من قبل أعوان الحماية المدنية نحو مستشفى متليلية شهدت نسبة البطالة في الجزائر خلال فترة حكم عبدالعزيز بوتفليقة منذ 15 سنة انخفاضا كبيرا وذلك للسياسات المنتهجة في المجال التفاصيل في تقرير محمد سعداوي تميزت فترة حكم عبدالعزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 إلى 2014 من خفاض كبير في نسبة البطالة حيث صار 9.8% بعدما كان 30% ففي عهدته الأولى تقلصت البطالة بمعدل النصف يصبحت 15% أما عهدته الثانية الممتدة إلى 2009 فقد ذبتت نسبة البطالة فيها عند 10.2% بينما تقلصت إلى 9.8% في عهدته الثالثة الممتدة إلى 2014 أما من جهة الجامعيين لم يختلف الوضع فقد صار معدل البطالة في أوساطهم لا يزيد عن 16% يعود هذا الانخفاض أساسا لسياسة المنتهجة خلال ترأس عبدالعزيز بوتفليقة للبلاد فقد تم الاعتماد على عدة برامج للقضاء على البطالة بخلق مناصب الشغل التي من أبرزها الدعم المقدم من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل شباب بونساج التي سمحت بتشكيل مؤسسات ومشاريع صغيرة يشتغل فيها المستفيد من القرض ويشغل معه أشخاص آخرين مما ساهم في تشغيل عدد كبير من الشباب كما نجد الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة التي ساهمت بشكل مميز في القضاء عليها ناهيك عن القرض دون الفائدة التي استفاد منها الكثيرون في إطار آليات التشغيل التي وضعتها الدولة تحت تصرف الشباب يبقى أن نسبة انخفاض البطالة في الجزائر في فترة حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة جد مقبولة خاصة إذا قارنناها بالبلدان العربية أما عالميا فتعتبر نسبة لا بأس بها من السياسة إلى الشرق الجزائري اقتحم الطاهر من ولاية خنشلة عالم صناعة نوابذ المحركات وأبدع باختراعاته في هذا المجال ليصبح مقصدا للعديد من الزبائن ورغم أنه يطمح في توسيع نشاطه لأنه قوبل ببعض العرقين ورقة في الموضوع مع عمر عمري وبالقستوركية الطاهر الاشغب نموذج لمخترع جزائري من خنشلة اقتحم حرفة صناعة مختلف أنواع نوابذ المحركات والآلات والتجهيزات وكل أصناف المركبات يعد محل الطاهر الثاني من نوحه على مستوى الوطني بعد العاصمة بمعدات بسيطة وإمكانيات متواضعة جعله مقصد المئات من الزبائن من مختلف الولايات هذه دلتناب كل حاجة أجبتها من جيها كل حاجة أجبتها من جيها وحاجة لسودين كما تطبعها لسودينها كما القفل هذه كشريها كما هذه الموترانة لشريه الكرواشة لسمائل اختاراتها من الغرب والشرق كاين في الوسط فقط كاين في الوسط في أرجي سيتو ويعد نقص المدى الأولية أكبر مشكل يؤرق الطاهر ومنذ أزيد من ثمان سنوات وجه الطاهر عدة مرسلات للسلطات المحلية لمساعدته في الحصول على قطعة أرض كافية لتمكينه من توسيع مشروعه وتحقيق طموحه غير موجودة موجودة خلاص يعني مش لقوا واحدة يجدها هذي غير موجودة ولهذا لا نجيب للسيد هذا اللي حق فيها قراءة ويعاوني يخدمنا كما الرسولات هذين يتكسروا ما هو مش موجودة في السوق المرط يسير نحن ماذا بنا لك نلقوا نتوسعوا إن شاء الله ونلقوا يدي المساعدة نجيب ونخدمهم هذا وعليه ما نخدمهم شي وعليه ما نخدمهم شي نحن نجيب ونخدمهم نحن نجيبهم من الرسول الصغير حتى الكبير حتى ديامة الرساس الطهر ليس إلا نموذجا لموهبة جزائرية أرادت تحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر من خلال هذه الحرفة والتخفيذ من الاستراض بالعملة الصعبة فهل سيجد الطهر من يساعده للوصول لمبتغاه؟ الجزائري دائما يبدأ ونتمنى أن تجد آذانا صغية لكل